السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا للـ Environment Configuration File لما اليوزر يعمل Logs أو يعمل Logs In الـ Environment حيتولد أوتوماتيكين لليوزر هذا علي أساس على أساس أربع فايلات مختلفة محتوية على مجموعة سكريبت كود هاي سكريبت كود اللي هي متعينة أو هي تعملت لها Assign للـ Variable اللي ممكن أنه أنت تعرفها حسب استخدامها للـ User واحد يعني إذا أخذنا احتمال User واحد هذا الـ Configuration File للـ Environment كيف راح تكون راح تكون بهذا الـ Simplesity أنه تكون أنت عندك أول شيء الـ ETC Profile ETC Slash طبعا ETC Profile Slash ETC Profile هذا هيكون generic file فايل عام اللي يتنفذ كل اليوزرية على أساس أساس أن يعمل Login يعني هذا التمبلت جاهز أي يوزر يعمل Login هذا التمبلت حيتفعل زين في عندك أيضاً ETC اللي هو الـ Bash RC ETC Bash RC هذا الفايل يتولد بمجرد ما أنت بمجرد ما يتفعل عندك السب شل يعني أول ما يشتغل عندك السب شل لأنه أنت أصلاً تشتغل بالشل environment في عندك أيضاً Configuration File آخر اللي هو باش .bash profile .bash profile في هذا الفايل اليوزر يحدد Login shell variable اللي هي هتكون متعرفة وفي عندك أيضاً الباش RC الباش RC هذا اليوزر هيحدد الفايل اللي هو يستخدم السب شل variable اللي ممكن أنت تعرفها في داخلها مثل ما دا نلاحظ إحنا أن هذه الفايلز مختلفة وتختلف عن طريق الـ Login shell وعن طريق الـ Sub shell كل Login shell أنت حتعملها مرة واحدة حيفتح لك user أوكي مثلاً أنت عملت عملت user مجرد ما تفتح أول مرة shell هذا الشل حيفتح لك user بعد ما الـ User عمل Login طبعاً أو عمل Login للحاسب عفواً أو عمل Login للـ Shell نفسها أوكي لأنه إنت ما تدخل للـ Linux أوتما تكون الشل حيتعمل لـ Login الـ User ممكن أنه يعمل Run للـ Script وحيبدأ هذا السكريبت يكون كـ Sub shell أوكي للـ Login shell الباش هيسمح لك أنه إنت تعمل creation لأنواع مختلفة من الـ Environment بالـ Login shell و بالـ Sub shell أوكي واثنين هم هيعملون Synchronize للـ Setting أوكي با ديفول طبعاً للـ Sub shell settings مع احتواء منه مع احتواء الإدخالات اللي أنت تقوم بها في الـ Login shell طبعاً إذا ما فهمت هذا الشيء هذا أيضاً نحن نشرحها بالشكل معمق هذا Overview على هذا الموضوع استخدام أيضاً ممكن أنه تستخدام أنت الـ ETC MOTD أو الـ ETC Issue الباش يوفر لك أيضاً أوبشنين أنه أنت ممكن تستعرض يحتوي على الـ بيعمل لك include للـ Messages يعني هنا أنا عدنا لو نرجع مرة أخرى للـ Clear أوكي هتكون في الـ ECD ETC MOTD أرد الأسخد فيل أوكي 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 العدي موفوض لي انه يكون موسيقى الموسيقى طبعاً الـــجراجون بالــمحتويات من الـــجراجونة للمستطيع العبادات لأنه إحنا نسمى موجودين على الـــــــغرافيكال فما راح نستطيع أن نرى محتويات الــــــغرافيكال لوگن لأنه هي شغالة حالياً هذا الـــمحتويات فما تستطيع أنه تحتوي على حتّى يحافظ الـــلينيكس حتى يحافظ على هذا الـ لأنه إذا أنت تستطيع وصول إلها بمعنى أنه أي تغيير أو أي خربطة فيها حتوقف كل شيء فليهذا ما تقرأت عرضها بس لكن ممكن انه انت تبعث الانفورميشن لأي يوزرز عن طريق استخدام منه اي تي سي اي شيو يعني الام او تي ام او تي دي ما تقرأت عرضها لانه احنا اصلا داخلين عن الگرافيكر لهذا استذكرت زين لو نجي ناخذ اكسرسايز عليها يعني اذا حبينا انه نعمل منيجنج بالشيل انفيرومت خلونا ناخذ فكرة عنها فالكزامبل انت بالبداية لازم تكون موجود في الشال اوكي حتعمل كلير خلونا نشوف الـ الـ قبل ان نبدأ بالتمرين 5 مينتز اوكي 5 مينتز اتصور 5 مينتز تكفي ما تكفي خلونا نوقف هنانا ونكمل درس القادم مع السلامة